لنقاش هذا الموضوع. رحب بضيفين من ولاية ريزونا. سيد زياد سنكري المخلل السياسي. ومن القيرة سيد ميل أمين المختص في الشؤون الأمريكية. مساء الخير. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد زياد. إذن محاكمة ترامب تبدأ في الثامن من الشهر المقبل. هل بتصورك تصل هذه المحاكمة إلى النهايات المأمولة والمنتظرة فعلا من جانب الديمقراطيين؟ الحقيقة أن أسلوب الرئيس ترامب خلال أربع سنوات هو أسلوب على الساحة المحلية داخل حزبه. ما عجز عنه كتيبة من الرؤساء. المشكلة الأساسية هو عملية إقناع أعضاء في الحزب الجمهوري على الموافقة على التصويت لعزل الرئيس ترامب. وهو ما يجد صعوبة حاليا زعيم الأقلية ميتش مقانو. ولكنه يعكس انقسام في الحزب الجمهوري حول ما هي التعاطي مع الترامب والترامبية السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أكبر مساعدي الرئيس الترامب والذين عملوا معه يجدوا صعوبة في الدفاع عنه. حتى أنه ليعكس مدى عزلة الرئيس الترامب حاليا هو صعوبة إيجاد مكتب محامات في واشنطن للدفاع عنه. مما استدعى تدخل أحد أعضاء مجلس الشيوخ لإنسيغرام لإيجاد محامة للرئيس ترامب للدفاع عنه. الرئيس ترامب عيش في عزلة. لا أحد من المحامين الكبار يريد أن يكون اسمه مرتبطا بالرئيس ترامب. ولكن المشكلة الأساسية الذي يقع أمامها أعضاء الحزب الجمهوري وأعضاء مجلس الشيوخ حاليا هو الخوف من هذه القاعدة الشعبية التي ما زالت مسيطرة على الحزب الجمهوري. وخوف من الانتخابات المقبلة بعد سنتين. يجري التعويل الآن على إقناع حوالي 17 يونيد 17 عضوا في الحزب الجمهوري لموافقة على عزلة الرئيس ترامب. وهو حاليا هذا الرقم غير متوفر. جميل. سيد ميل ما رأيك؟ ما المخرجات المتوقعة فعلا من هذا المسار الذي يواصل الديمقراطيون الطرق باتجاهها؟ المشهد غامض من الأساس. لأنه مسألة محاكمة الرئيس السابق افترق فيها خبراء القانون الدستوري الأمريكي. إذا تصح أو لا تصح. ولهذا يبدو أن هناك اسلوب آخر للتحايل على إدانة دونالد ترامب داخل مجلس الشيوخ لأنه ربما يكون كما تفضل الزميل زياد من الصعب إيجاد 17 عضوا من الجمهوريين لأن هؤلاء سيهددوا من جهتين من جهة القاعدة الجمهورية العريضة التي انتخبت ترامب وهذه كفيلة بأن تسقطهم بعد عامين في التجديد النصفي للكونجرس والأمر الآخر هو الحفاظ والخوف على حياتهم من التيارات اليمينية الجمهورية المتشددة لذلك اليوم السابت فقط طرأ أمر آخر صار هناك حديث عن ما يسمى التعديل الرابع عشر في الدستور الأمريكي. باختصار غير مخل التعديل يقول أن أي شخص ساعد على إحداث تمرد ما ضد الحكومة الأمريكية في أي وقت من الأوقات لا يحق له أن يبشر أي عمل سياسي آخر في تاريخ الولايات المتحدة. هذا الأمر قد يؤدي بالفعل وبسهولة إلى عزل دونالد ترامب غير جدار السياسي. أول تصريح لترامب في فلوريدا مساء الأمس قال سنفعل شيء ما يبدو أن الرجل لم يستسلم سيمضي قدما الإشكال الخطير أن صيغة هذه المكايد السياسية من الديمقراطيين لا تتسق أبدا وخطاب الوحدة والتوحيد الذي تحدث به جو بايدن في خطاب التنصيب. هذا أمر سيقود إلى تعميق الشرق الاجتماعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. سيد زياد يشرع المجلس الشيوخ في الخوض في هذه القضية وهذه المحاكمة. هل الأدلة الخاضرة كافية للذهاب نحو الإدانة؟ هل العناصر الملموسة تصريحات الرئيس ودعواته لمناصره كافية للذهاب لإدانته هناك؟ زعيم الجمهوريين في مجلس الجيوغة أعلانها صراحة أن ما جرى في عملية اقتحام الكابيتل هو بتحريبنا الرئيس ترامب. وهو عمل قانونيا يجب عزل الرئيس عليه. المشكلة الأساسية التي يقع فيها الحزبين الدموقراطي والجمهوري. الحزبين المنقصمين. فريق الرئيس بايدن يريد أن يخرج ترامب من دائرة الضوء. هو بمحاكمته في الثامن من فبراير سيأخذ من الوهج الذي وهج المائة يوم المعروف عليه في الولايات المتحدة الأمريكية عند دخوله البيت الأبيض. وهناك فريق من الدموقراطيين يريد محاكمة الرئيس ترامب. ويجب أن يحاكم بسبب ما جرى في أحداث الكابيتل. الجمهوريون على نفس المنوان. هناك من يريد أن يطوي صفحة الرئيس ترامب. ويعتبرون أن إعادة فتح محاكمة الرئيس ترامب الآن سوف يعيده إلى الحياة السياسية من حيث لا يتدري. وهو سيكون تحت الأضواء. هناك اتفاق حاليا في مجلس الشيوخ على بدء المحاكمة في الثامن من فبراير. واستعجال المحاكمة أن في هذا الأسبوع تنتهي المحاكمة للتفرغ للتعاطمة مع إدارة الرئيس بايدن. حتى أن تأخير المحاكمة جاء باتفاق بين الزعيم الدموقراطيين وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ. للمساعدة على المصادقة على أعضاء إدارة ترامب من الوزراء. ولكن العناصر الجرمية والعناصر القانونية موجودة. حتى باعتراف الجمهوريين أنفسهم في مجلس الشيوخ. ما رأيك في هذا الجانب سيد سيد ميل الأدلة القائمة. كيف تبدو الفرص أمامها فعلا؟ بلا شك هناك مجال واسع لأن ما قام به الرئيس دونالد ترامب هو ضرب في سويداء القلب لفضاء الديمقراطية الأمريكية. هذه مسألة مهمة للغاية. لكن يجب على الجانب الديمقراطي وهو يسعى لهذه الإدانة غير المسبوقة. رئيس سيدان مرتين ويعزل مرتين من مجلس النواب. ولولا الأغلبية في مجلس الشيوخ لكان قد عزل بالفعل. لكن الفكرة الرئيسة التي تحكم المشهد الأمريكي الآن هو تعميق الشعبوية الترامبوية. وكأننا بمقاربة مع المكرثية التي ظهرت في أوائل الخمسينات. ثم اضمحلت سريعا. هل الترامبية بهذا الشكل الذي يشعل فيه الحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي بشكل خاص. تشعل أوار المعركة مرة أخرى. هل هي بذلك تحاول القضاء على الترامبية أم تعطيها قبلة الحياة؟ هذا هو طرح السياسي. ما وراء طرح القضاء؟ الطرح القضائي حتى الساعة ملتبس على رجال القانون في الداخل الأمريكي. لكن الطرح السياسي لنا اجدهاد فيه. أنه بهذا الشكل لن تتفرغ الولايات المتحدة الأمريكية للجائحة القاتلة. والتي قد تأخذ كل الاهتمام. لسيما أن اللقاحات حتى الساعة لم تفعل فعلها المأمول. الصراعات المنافسات. مربعات النفوس حول العالم مع بكين ومع موسكو. أنا أظن أن ما يحدث في الداخل هو إلهاء لهذه الإدارة عن مهامها الرئيس. لكن سيد ميل. هل بعد مغادرة ترامب للسلطة الآن؟ وذهابه خلف الأبواب المغلقة في منتجعه؟ هل بالإمكان القول بأن التوافق الجمهوري والديمقراطي بات أكبر على ضرورة العمل إذا عدم إمكانية عودة ترامب فعلا للواجهة والسلطة؟ كما أشرت سابقا. الجانب الديمقراطي بلا شك يسن أسنانه صباح مساء كل يوم للإنقضاد على ترامب. الجانب الجمهوري هناك العديد من رجلات الحزب ومن أعضاء مجلس الشيوخ يودوا لو يكون حالهم كحال ومآل الجانب الديمقراطي الحزب الديمقراطي. لكن هناك مخاوف على إفقادهم. فرصتهم القادمة لإعادة الانتخاب القواعد الجماهرية التعرض من اليميم في كل الأحوال يبدو أن الحزب الجمهوري مرتبك. ولا نعلم هل يمكن أن يحصل القرار على 17 عضوة. في هذا الحال سيكون ترامب قد انتهى على صعيد العمل السياسي. لكن نحن لازلنا أمام رجل غير متوقع. وتقديري أن ترامب بوصفه رجل تيكتيكي وليس رجل استراتيجي. قد يخرج على الملء الأمريكي بأمره. الأمر المقرب هو محطة إزاعية أو تلفزيونية خاصة. يتواصل مع عموم الشعب الأمريكي. الأمر الآخر وهو بدأ التسريبات عنه. ربما يمضي في طريق إنشاء حزب. وخيل أنه قد يسمى حزب الوطن. وهنا ستكون الإشكالية أوسعة وأكبر. لأنه سيحوز ملايين من الأمريكيين. أضعف الإيمان. والذين لن تعجبهم الأوامر التنفيذية لجو بايدن الأيام الماضية. سيد زياد كيف بالإمكان في هذه المرحلة فعلا تقييم المزاج الجمهوري؟ هل العناصر التي كبلت البعض من المجاهرة حتى ربما برغباته بإغلاق الباب أمام أي عودة لترامب؟ هل تظل حاضرة أم ماذا؟ حكذا الحزب الجمهوري وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري يدفعون ثمن سكوتهم على أداء ترامب خلال الأربع سنوات. بسكوتهم على أداء الرئيس ترامب وعدم مساءلته وعدم لجمه سياسيا يدفعون الثمن الآن. الحزب الجمهوري جدا منقسم بين الجمهوريين التقليديين والشعبويين. هناك من لديه طموح رئاسي في مجلس الشيوخ الذين عارضوا تصديق الأصوات للرئيس بايدن. كل له أجندته. ولكن الآن الخلاف من سيفوز؟ التقليديين حاليا بزعامة ميتش مكانول أم الشعبويين الذين يريدون الاستفادة من الشعبية الرئيس ترامب لتحقيق مكاسبهم السياسية الخاصة. حتى تأسيس حزب يخشى الجمهوريون من فكرة أن الرئيس ترامب سيقوم بتأسيس حزب سياسي. سيفعل أكبر خدمة للدموقراطيين بتأسيس حزب سياسي. حيث سيقسم الجمهوريين إلى فئتين. مما يعزز فرص الدموقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحتى الرئاسة في المعركة المقبلة. الآن هناك خلاف حاد. علينا انتظار ماذا سيقوم به زعيم الأقلية وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ. أعلن صراحة أنه يؤيد عزل الرئيس ترامب. ولكن هل لديه قدرة على استمالة 17 من أعضاء مجلس الشيوخ أستبعد ذلك؟ ولكن الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. ما رأيك سيد ميلي؟ أي التيارين داخل الحزب الجمهوري تكون الغلبة في النهاية؟ الشق الداعي لطي صفحة ترامب. الشق المصر على إبقاء المجاملة لنقل والخشة من قواعده فعلا. ربما أميل إلى الطرح الآخر. لسيما أن مسألة الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية تجد عوامل زاخمة وداعمة لها في الآونة الأخيرة. الجائحة التي فشلت المؤسسة السياسية الأمريكية في التعاطي معها. الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتردى بالفعل. والجميع يسائل جو بايدن من أين ستنفخ تلك التريليونات على الأمريكيين في الداخل؟ وهل هذه ديون مستحقة من جديد على الأجيال الأمريكية القادمة؟ هذه الطيارات الشعبوية في التخوم وليس المراكز في الأرياف. وكما في أوروبا كانت عماد هذه الثورات ذات الملمح العنصري القومي. ربما لهذا تعميق الشرخ في الجانب الحزب الجمهوري سيميل إلى الالتفاف حول ترامب. سيضحى ترامب الرمز والأسطورة. وهذه قصة خطيرة للغاية على تماسك الولايات المتحدة الأمريكية. وتفتح الأبواب للسيناريوهات كارثية كسيناريوهات الإنفصال لا سيامة بالنسبة للولايات الكبرى مثل تيكساس وكاليفورنيا. شكرا جزيلا. وقت هذا ملف انتهى تماما من القائرة. ضيفنا سيد ميل الأمين المختص بشؤون الأمريكية. من ولاية أريزونا السيد زياد سنكري. الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.